وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 24 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 56 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 21 قضية بمضبطات بلغت قرابة 104 أطنان أقماح محلية